مرحب باسميننا العزيز محمد البيض ننور يا محمد مساء الخير عليك مساء الخير يا كابتن نايمن ومساء الخير على جمهور النادي الاهلي في البيضة طبعا خالص تعزينا للمتوفيين ربنا يليهم أهلهم طبعا الصبر والسلوان يا رب النهاردة طبعا مباراة لو احنا بصنا في التحليل بنسبة الأرقام أو النحيل الفنية هتلاقي طبعا الكفة كلها بتروح للنادي الاهلي وبتصبح صالح للنادي الاهلي في كل النواحي نواحي الدفاعية دواحي الهجومية بالنسبة لفريق الداخلية احنا بنبصلاش أرقام بشكل كامل زي ما حدتك وصفت كابتن نايمن ان الاهلي في وضع في ضغوطات كبيرة جدا نتكلم على فريق الداخلية هو متزال دور المحلي وهو طبعا مركز 18 حتى في استقباله للأهداف وإحراز الأهداف هو بمينس 18 فبالتالي فريق أرقام بتقولنا أنه عنده مشاكل كبيرة جدا ضعيف من ناحية الدفاعية والناحية الهجومية مع كامل احترامنا طبعا لفريق الداخلية ولكن يا كابتن الأهلي في وضع ومباراة دي تكتب دوا سهلة على الخصم لأن ما فيش أي ضغوطات مباراة للشو خلاص يعني ما فيش حاجة بيبكوا عليها وبيبقوا عليها فبالتالي عندهم ارتياحية فزي ما حدتك وصفت الحذر ثم الحذر وطبعا أن احنا إزاي نستغل نقاط الضعف عند الخصم سواء كان مين ونبدأ أن احنا نخلص المباراة بدري الفريق قبل ما نخش في تحليل الأرقام بيقولنا ومن ناحية البدنية حتى بينهار بدنيا في الدقائق الأخير يعني آخر مباراتين ثلاثة حتى أمام الإسماعيلي خسر في البلاس تسعين أمام السموحة كان هوا متقرد كان كسبان اتنين واحد لحد دي تسعين بالضبط خسر في البلاس تسعين ستة تسعين تبعا تسعين بهدفين مظهور فبالتالي الفريق يعني بينهار بدنيا وما فيش التماسك للدقائق الأخيرة فده برضو من أهم نقاط الضعف عند الفريق الفريق طبعا غير مدربين كتيرة فبيأثر في أرقام الفريق بشكل كامل عندنا في آخر تمن مباريات بس أو آخر نتكلم تسع مباريات فيه اتنين مدربين مختلفين يعني كابتن كوشري أربع مباريات عنده اتنين خسارة واتنين تعادل بعد كده كابتن عيد مرزيق عنده برضو نتائج مزبزب عنده فوز وقابلهم كمان تلاث مدربين مظبوط فكل ده بيأثر طبعا على شكل وهيكلة الفريق الفريق بلا ملامح لو نتكلم بقى عن الفنية هنبص عليها ولكن كابتن تعالى نبص على آخر ست مباريات من آخر ست مباريات نبدأ نحن نفهم الخصم ونحل الأرقام وماشي ازاي آخر ست مباريات عنده فوز وحيد والفوز كان على المكولون العرب وهو طبعا يعني وعنده أربع خسار وعنده تعادل وحيد يعني متكلم على ست مباريات يعني بنتكلم على 18 نقطة هو مكسبش في 18 نقطة كابتن إلا أربع نقاط ففي 18 نقطة أربع نقاط وخسران 14 نقطة فنسب خسارته للنقاط عالي جدا حتى من يعني مباريات الدوري كلها 25 مباراة الأهلي طبعا العلمة الكاملة ستة فوز تعال بص بقى ناحية التزديدات الفريدة بيعمل ايه في المباريات في الست لقاءات اللي لعبهم الأخيرة عمل تزديدات 52 تزديد يعني هو مش مكمل حتى 8-9 تزديدات بالمباراة الوحدة معدلاته على التلات خشبات أو تزديداته على المرمى مش عالية كابتن يعني 21 في الست مباريات لا بيقولك رقم ضعيف جدا من ناحية حتى المحاولات على المرمى قبل ما ندخل طبعا فيه الأهداف ونشوف الفرص وخطورته عاملة ازاي لكن من ناحية التزديدات يبدو أنه هو أرقام ضعيفة جدا عند دخلية النادي الأهلي 81 تزديدة في الست لقاءات الأخيرة منهم 30 على 3 خشبات بدقة 37% فليه الدخلية استقبل يعني تقريبا 69 تزديدة على مرمى 23 منهم على القائمين والعرضة طبعا وبدقة 33% الأهلي استقبل 43 تزديدة على مرمى منهم 18 على 3 خشبات كان دقتهم 42 ده الشكل العام من التزديد على المرمى عند الفرقتين في آخر ست لقاءات الأهداف بقى كابتن الأهلي أحرز 14 هدف في الست مباريات الأخيرة نادي الدخلية أحرز ست أهداف فقط ده من ناحية الهجومية عم بص بقى من ناحية الدفاعية استقبل الدخلية في آخر ست مباريات استقبل 8 أهداف بالنسبة لنادي الأهلي طبعا استقبلنا في آخر ست مباريات استقبلنا أربع أهداف بالنسبة للفرص الأهلي طبعا صنع 60 فرصة بشكل عام منهم طبعا فرص كبيرة محققة نسب كبيرة جدا الدخلية برضو صنع 33 فرصة في الست لقاءات الدخلية كان ممكن يصل لعشر أهداف كـ XG ولكن زي ما احنا قلنا هو أحرز ست أهداف فقط النادي الأهلي كان ممكن يصل لـ 17 هدف ولكن هو أحرزنا 14 هدف ففيه ثلاث أهداف كان ممكن الأهلي يجيبهم من كواليتي الفرص أو التزديدات على المرمى ده الشكل العام لآخر ست مباريات بشكل الفريتين في مسابقة الدوري علشان برضو من الست مباريات دول بيتحدد حاجات كتيرة جدا قبل ما نخش في أرقام الفريق في الدوري بشكل عام نحن طبعا 17 مباراة من أقل فرق الدوري طبعا حتى الآن في ناحية المباريات الدخلية 25 مباراة الدخلية فاز في مباريتين فقط من الـ 25 زي ما قلنا أقل فريق في كسب النقاط أو حتى نسب الفوز 9 خسائر عند 14 تعادل ندي الأهلي فوز في 12 لقاء خسارة في 2 وتعادل في 3 لقاء بالنسبة للترتيب بالأهلي طبعا الثالث آخر مباريتين صعدنا من المركز التاسع للمركز التالت تسعة وثلاثين نقطة النادي الدخلية طبعا زي ما قلنا هو متزال مثابة الدوري العام حتى الآن هو آخر فريق 18 في المركز 18 بـ 15 نقطة فقط من الـ 25 لقاء أهدفه بشكل عام بقى أحرز 12 هدف في الـ 25 مباراة حتى مش محصل واحد من عشرة في المتوسط بالمباراة الوحدة نادي الأهلي طبعا 38 وقلنا الأهلي متوسطاته بتوصل للـ 2.3 كمعدل تهديفي عالي جدا هو الأقوى حتى الآن بلص 21 من إجمالي الأو يعني بيزد على المباراة اللعبة الـ XG عند الأهلي قد يصل لـ 47 هدف مش 38 النسبة قوة مش فرقة كبيرة جدا دي بتدلل إن الأهلي بدأ إنه هو يلعب على استغلال الفرص الكبيرة بشكل أفضل الداخلية XG كانت لها يصل لـ 33 هدف أهداف بقى من داخل منطقة الجزاء ومن خارج منطقة الجزاء منهم من داخل منطقة الجزاء من إجمالي 111 تزديدة يعني 8 من 111 تزديدة رقم ضعيف جدا وحتى من خارج منطقة الجزاء أحرز أربع أهداف من إجمالي 97 تزديدة على المرمى بالنسبة للركنيات زي ما احنا شايفين كده حتى يعني بيوصل مش محصل 3 ركنيات في المتوسط بالمباراة نادي الأهلي طبعا هو الأفضل بيوصل لـ 7 ركنيات بالمباراة عاما 118 ركنية حتى الآن من 17 لقاء الداخلية 74 الأرقام كلها بتقول لنا حتى من ناحية الهجومية كابتن أن هم عندهم مشاكل كبيرة جدا في حتى وصولهم للتلت الأخير أو التزديدات على المرمى أحرز الهدف الأسست عندهم هم 6 فقط هو أحصى أحرز 12 هدف فمنهم أسست أو صناعة للأهداف بـ 6 أهداف نادي الأهلي 27 أسست حتى الآن تمريرات المفتاحية يعني بيصل الأربعة متوسط بالمباراة الوحدة عاملوا 115 في الـ 25 لقاء نادي الأهلي 164 تمريرة مفتاحية يعني متوسط 10 تمريرات مفتاحية بالمباراة الوحدة استحواز طبعا يعني أقل من 40% عند الداخلية وده حنشرح بالتمريرات طبعا نادي الأهلي استحواز 60% بعد كده بنتكلم على يعني هم تكلم هنا التزديدات بالمباراة زي ما قلنا التزديدات عند الداخلية يعني نسب ضعيفة جدا 7 تزديدات تقريبا بالمباراة كابتن من نوم 2 فقط على 3 خشبات بالكطم ضعيفة جدا 28% بالنسبة نادي الأهلي بيصل لـ 15 تزديدة منهم 5 على المرمة بدقة 33% حتى العرضيات هم عندهم رقم ضعيف جدا يعني بيعملوا 3 بشكل صحيح بدقة 23% ده بالمباراة الوحدة نادي الأهلي قد يصل لـ 21 عرضية أو كروس منهم 5 بشكل صحيح بدقة 24% ده الشكل الهجومي عند الفرقتين في الدورة حتى الآن نتكلم على الشكل الدفاعي الأهل استقبل 17 هدف في 17 مباراة الداخلية استقبلت 30 هدف عشان كده في البلاس 18 من ناحية الاستقبال وإحراز الأهداف الهداف المستقبل المتوقع كان ممكن يدخل في مرمة داخلية 68 هدف مش 30 لا ده يعني كان ممكن يدخل 68 كان فيه طبعا دور للدفاع أو تصديات حراس المرمة الأهلي قد يدخل في المرمة 27 أو إضاءة للفرص هدف أو إضاءة للفرص طبعا يعني في الفرق الأخرى بالضبط ده احتمالية يعني استقبلهم لأهداف قد تصل لهذا الرقم شباك نظيفة عندهم 9 من الـ 25 الأهلي 5 من الـ 17 مباراة التمريرات الصحيحة بالمباراة يشوف كابتن من أضعف الفرق حتى في ناحية التمريرات لأننا ما شفناش أي شكل عندهم حتى في حالة حيازة الكورة لكبلد أب بنشوف زي ضربات المرمة عند الحارس المرمة يعني أكتر حاجة عندهم ضربة مرمة كورات طولية النادي الأهلي طبعا هو الأفضل 480 تمريرة في المباراة ولو فسرنا التمريرات دي كلها يعني ناحية البلد أب وناحية طبعا التمريرات الكسير الخطوط الأهلي الأفضل حتى التمريرات الطولية قد يصل 60 تمريرة لونج بول في المباراة الوحدة بدقة 36% نادي الأهلي 40 يعني بدقة 45% التمريرات الطولية كابتن عند الدخلية حتى بتبدأ من حارس المرمة على طول نشوف ضربة المرمة تاعت زمان ديت على طول شوت قدام تشتيت كورة بشكل عام بتحسب يعني بشكل عام بيصلوا 60 يعني كورة طولية خسارة الكورة بالمباراة بيخساره الكورة يعني أرقام متقاربة 38-37 الاعتراضات عندهم وبعاد الكورة يعني بيبعاد الكورة بشكل مكسف جدا 20 من غير أي حتى بتلاقي كورة عشوائية كده كده بتطير في الهواء بالزبط فحتى الأهداف اللي شفناها في مرماهم مفيش حتى بساط تمريرات كصيرة بإنهم يبدأوا الهجم أو البروجريشن يطلع بالكورة ما بنشوفش الكلام ده خالص عند الدخلية فبالتالي عنده أرقام من تشتيت الكورة كتيرة جدا ولكن بيعمل اعتراضات بيقطع الكورة بيستعيد الكورة بنسب كويسة ويفقدها برضو بسرعة ده بالنسبة لاستعادة الكورة بالمباراة هم 72 مرة بالمباراة الأهلي بيصل لـ 64 مرة لأن الأهلي كورة بفريجله بشكل كبير جدا أهم مشاكل ونقاط الضعف عند الدخلية شفنا طبعا معدلات الاستقبال الهدف ضعيفة جدا هم بيستقبلوا 30 هدف زي ما قلنا في 25 مباراة حتى من ناحية التسجيل 12 هدف ده رقم ضعيف جدا شفنا الأرقام بتدلل أنهما ما عندهمش الخطورة الكبيرة حتى في التزديدات من خارج المرمى من التزديدات من خارج منطقة الجزاء أقصد أو من داخل منطقة الجزاء الكورسات مش كتيرة ولكن استقبالوا أهداف غزير جدا هو دلوقتي في البلاس سوري مينس 18 مينس 18 ده بيدلل أنه هو فريق يعني عنده مشاكل كبيرة الدفاعية أهمها في النقاط بقى لنشوف الشكل الفني فيه بالصور أو بالحالات عندنا يا كابتن أيمن من أهم المشاكل اللي احنا رصدناها في آخر اللقاءات الكورات العرضية الكورات العرضية عندهم بتسبب مشاكل كبيرة جدا لأن دايما ما فيش فيه سوق في التمركز أو الرقابة دي في ماتش سموحة الكورة تلعبت احنا شايفين أن فيه أربع أو خمسة بالزبط على مزبوط يعني ده طبعا عندهم زيادة عدد من ناحية الدفاعية يا كابتن ولكن الكورة بكل ارتاحية ما بيبصوا على الكورة حتى بمشاهدة فقط الكورة عادت برضو بنتم كامل المشاهدة يعني من غير أي مشاركة فبالتالي الكورة نزلت بكل ارتاحية لحسان حسن وأحرص طبعا الهدف ده في المباراة المواضية الأخيرة يعني الاسموحة بالشكل ده بقى مقرر معنا بشكل كير نشوف بقى هدف تاني برضو تعسموحة نفس الكلام كورة عرضية من ناحية اليمين اللي شفناها برضو كانت من ناحية اليمين فده طبعا في الشرط التاني كورة لعبة هكابتن بكل ارتاحية يعني لعبة سموحة رياحة وأحرص طبعا الهدف لسموحة شوف ما فيش حتى رقابة في زيادة عددية ولكن في سوق في الرقابة وبالتالي عندهم مشاكل كبيرة في أي عرضيات بهذا الشكل الكورة التانية دايما خسرانينها نفس الشكل ده أمام سراميك نفس الشوق احنا دلوقتي يقول ده تالت مشهد مقررة كبتن عيبك الكورة بتترفع برضو من ناحية اليمين بتنزل يعني نبسها لعب رقم سبعة هنا ماسك اول لعب بيكمل الكورة هتلاقي ان لعبة طبعا الدخلية مفيش أي رقابة خالص الكورة يعني اللعب رياحة الورا هنا كبتن مفيش حتى مرقبة أو جست بس أو زي ما بيقولوا كده بنشاهد بس الكورة رايحة جاية بتنزل كورة التانية ده من بيخسروها كورة نزلت بكل ارتاحية واللعب سراميكا يعني أحرز الهدف ده بس بشكل عام الحالات بتقول لنا بتظهر لنا برضو أهم نقاط الضعف عند فريق الداخلية على الورق الأرقام في صالح النادي الآل ولكن الملعب حاجة تانية الدغوطات وزي احنا أقول فريق نهاردة جاي يعني يستعرض معلوش الدغوطات الكبيرة فده نقطة مهمة جدا فالمباراة أكيد صعبة بكل تأكيد كل التوفيين إن شاء الله شكرا جدا